تخصيص الاعدادات الخاصة بي عزيزي عضو هيئة التدريس بعد الانتهاء من مشاهدة هذا الفيديو سوف تتمكن بإذن الله تعالى من التحكم في عرض أو إخفاء صورتك الشخصية داخل نظام إدارة التعلم التعرف على كيفية تخصيص الاعدادات الخاصة بك من متابعة المقرارات الدراسية أو لوحات النقاش التي تمت زيارتها يمكنك نظام إدارة التعلم بلاكبورد من تخصيص الاعدادات الخاصة بك عن طريق الضغط على السهم الذي يظهر بجانب اسمك في أعلى يسار الشاشة ثم قم بالضغط على خيار الاعدادات ثم اضغط على رابط المعلومات الشخصية لتظهر لك صفحة المعلومات الشخصية قم بالضغط على رابط تخصيص الاعدادات الخاصة بي يمكنك التحكم في عدم ظهور صورة شخصية لك عن طريق اختيار عدم عرض صورة الشكل الرمزي أو يمكنك عرض صورة الشكل الرمزي عن طريق اختيار استخدام صورة الشكل الرمزي المخصص والتي تظهر صورتك داخل النظام بهذا الشكل أو يمكنك استخدام صورتك الشخصية إذا كان لديك نسخة منها على جهاز الحاسب عن طريق الضغط على خيار استعراض جهاز الكمبيوتر ثم اختيار صورة المراد استخدامها كما يمكنك النظام من تخصيص الاعدادات الخاصة بك من متابعة المقررات الدراسية أو لوحات نقاش والتي تمت زيارتها منذ فترة زمنية تقوم أنت بتحديدها وذلك عن طريق الضغط على خيار المقررات الدراسية أو خيار منتديات المجموعة أو كلاهما مع قيامك بتحديد المدة الزمنية التي تراها قم بالضغط على زر إرسال ليقوم النظام بحفظ الاعدادات الجديدة شكرا لمتابعتكم